ويسام سلامة خالد أنبريسي ساعة الفضل يصفر في بداية أحداث المباراة وكرة باستحوات ذهل الحقان ترجع مرة ثانية كرة بالنص رشيدي مادي ويدي لكن مكتوعة الكرة يصالح منتخب بلسطيني والكرة سالبيد كرة ملعوبة ليصالح منتخب الكويت يوسف الرشيدي بيلعبها مرة ثانية بحاولها لكن مكتوعة ترجع مرة ثانية دي داشتي وسفر الرشيدي براسة فواز لكن في فاول خارج منطقة ثمانتعش من يسدد هذه الكرة ممكن لمباريش ممكن لمباريش فواز مباريش شايت على المرمى الله هل كان ممكن يستفيد منها منتخب الكويت الأولمبي شوف بالكرة الثانية عدد فوق العرض فواز الصعب الى الحقان لكن مكتوعة منها كرة خطرة على منتخب الكويت الوطني عدد 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 في خطأ في تغطية الحقيقة لدفاع منتخب الكويت وكان ممكن يعني قبل ذلك بدقيقة الكرة الخطرة كانت لصالح منتخب الكويت لعادة لعادة ممكن كان ممكن يصيد فيها هدف خيري عبدين شوف لعادة وكان يعني تمنافسات لمنتخب الفلسطيني شقيق الأولمبي كرم العوفة خيري عبدين والمحاولة في استحواذ حلوى المرور والنقلة جميلة ناحية اللي سار جمال على المرمى بيحطها لكن فاول هل يستفيد المتخب البسطيني جمال محمد العباء على المرمى الله جمال محمد اللي يحط له كرة جاء المرمى كرة منعوفة اللي يصالح منتخب الكويت خطرة محاولة بشيلة حارس مرمى المتخب الفلسطيني من أمام يوسف الرشيدي في اللحظة اللي كان ممكن يلعب في المرمى يوسف الرشيدي لكن يدخل شوف النقلة كانت سريعة من الوسط إلى الهجوم يوسف الرشيدي ومرور جميل ونقلة ومحاولة إلى بر الأمان لكن تدخل محمد عزة حارس المرمى شوف يوسف الرشيدي عدى من اللاعبين أثنين والوصول كان جيد حقيقة أمام مرمى المنتخب الفلسطيني لكن محمد محمد عزة الحقيقة القراءة شوف خالد العجاجي في قراءة كرة محمد الدرب هذه أيضا محاولة اللي سبقت الكرة الثابتة والعجاجي شوف خيري وشوف القراءة في نغل الكرة بشكل جميل إلى جمال محمد والعجاجي فيدي إلى خارج الملعب كورنر تلعب الكرة اللي صالح متخب الكويت والمحاولة وانبيليش والكرة كرة اللعب محاولة خطرة بتعدي بتعدي كورنر سنة في اللعب الآن كرة منعوبة خيري عبدين بلعبها لكن بعدها غالد العجاجي حارس المرمى أيضا بيكملها علي عبد الرسول ترجع مرة ثانية كورن فيها متابعة لصالح فواز الصعب يوسف الحقان حقان ممكن مكتوعة لكن يرجع بغطي يوسف الحقان إلى خارج الملعب خيري أيضا كان ممكن يستغل الخطأ الثاني لكن يوسف الحقان الكرة عدت إذن بجانب كرة جانبية رمية تماس اللي صالح منتخب البسطينيين تلعب تنحط بالرأس خطرة الله خطرة خطرة كورن حقيقة حطت رأسية على مرمى منتخب كويت الوطني من قبل المهاجم خالد أنب ريسي شوف لحده شوف كورن انتغلت والرأسية عدت إلى المرمى لكن خالد العجاجي العجاجي يبعد للمباراة يتم الاستبدال كرة منعوبة اللي صالح منتخب الفلسطيني خطرة جمال محمد حطب القول الله الله حلو العجاجي حلو العجاجي العجاجي كرة خطرة على مرمى المنتخب الكويت الولمي شوف النغل جميلة جميلة باص نظيف جدا حقيقة جمال محمد أيضا لمس الأولى والثاني حطا على القول بيسارة لكن العجاجي يعني يتعمل أمام هذه الكرة الحقيقة ويقع إلى سلامة نغلة أيضا بالنص وإلى تجاه المرمى بعد براسة الله جمال محمد أيضا بحفظ كرة براسة وعدت الكرة إلى خارج الملعب نغلات إذن المنتخب الفلسطيني بمنطقة التحضير أمام منطقة الخطورة الحقيقة يضع الكرات الجيدة بنغلات أيضا بغياب التقديم الدفاعية فات حسب اتفاق الفريقين في عملية التدين وممكن أيضا إضاف لها أي توقف ما بين الشوطين هذا الجانب أيضا من محاولات المنتخب الفلسطيني اللي كانت حاضرة من دقيقة ستة وعشرين جمال محمد لكن العجاجي كان حاضر في أكثر من تغطية كانت ممكن تكون فيها خطورة محمد الصعب أو فواز الصعب إلى دشتي وصفرت سعد الفضلي توني أحداث الشوط الأول ما بين منتخب الكويت الأولمبي ومنتخب فلسطين الأولمبي تعادل بدون أهداف مشاهدين إذن مشاهدين متابعين تحييلكم موصولا في متابعة أحداث الشوط الثاني ومن ننضم معنا لمتابعة أحداث الشوط الثاني لقاء الوده ما بين منتخب الكويت الأولمبي يعطي فرصة كارلوس يعطي فرصة كارلوس الأسباني المدرب لكن هذه كرة مقطوعة جمال لمسه سلامة إلى خالد بريسي خطرة على المرمى لكن في راية وموقف التسلل حاضر على خالد النبريسي ثلاثية جميلة الحقيقة في لمسات خطو الهجوم الفلسطيني شوف نعادة لمسه من خيري وقبلها كانت من سلامة لكن لعب الكرة محاولة خطرة لكن بشيلها قانت في القلب وخالد الصباح بجانبه خطرة لكن تغطية تغطية ويظهر فيه انذار انذار بداعي التمتيل إلى خالد النبريسي وهو القرار بقراءة الحكم السيموليشن التمثيل وشوف كم بحاول يستفيد من التلامس خالد النبريسي يحاول مع الحقان لكن هذا التلامس غير مؤثر وقراءة حكم فاهموا محاولة للوصول ناصر فالا بحاول لكن التدخل وفي فاول فاول خارج من طاغث من تعش وفي انذار وفي انذار وتغيير غادم رج يوسف الرشيدي ودخول عيد الرشيدي شوف لعادة شوف ناصر فالح وشوف أيضاً تدخل حامد حمدان حامد حمدان يلا عميد عميد اذا التدخل سلبي في هذه اللعبة دخل سلبي اذا التغيير الصباح يتقدم بالدفاع لكويتي كرة اللعب رشيدي تنحب الرأس خطر الله حلوة حلوة منتخب فلسطين شوف العداء وشوف اخذ المكان الصحيح وعمل لمسة الحقيقة جميلة عبد الرحمن كاميل اللي بلعبها طويلة حارس المرمى منتخب الكويت الأولمبي كرة بالنص عيد الرشيدي الى سلمان البوس كرة معاه سلمان البوس لمسة الى عيد الرشيدي خطر حضب القول الله الله حلوة 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 وقراءة ثلائية جميلة ما بين سلمان البوس في عمق الدفاع الفلسطيني الى عيد الرشيدي والتمرير المثالية والقراءة الى باس جميل نظيف في هذه المرحلة شوف شوف قطع الكرة عيد الرشيدي السلمان البوس ما تأخر لعبها بينية جميلة نظيف الحقيقة بلمسة كروية جميلة ايضا ليختتم القراءة الفنية بنجومية عيد الرشيدي في مرمى منتخب فلسطين الشقيق الأولمبي هدف اول في المبارد شوف القراءة وشوف منتخب فلسطين خيري عبدين بحضلة كرة غوية لكن بعيدة عن مرمى منتخب الكويت والكرة الى خارج الملعب الى خارج الملعب ركلة مرمى وجميل ان نشوف ونشاهد التحرك الحماسي لكن سعد الفضلي ينهي احداث المباراة ينهي احداث المباراة ما بين المنتخبين في هذه المباراة الودية ما بين منتخب الكويت الوطني الأولمبي ومنتخب فلسطين اشتركوا في القناة